النهاردة جاي لكم وجايب معي فيلم لسه نازل من كام يوم بيتكلم عن عركة بين المتظاهرين وكوات الشرطة في شوارع فرنسا والفيلم ده مش هتفهم أحداثه غير لما توصل معي للآخر ومن غير رغي كتير يلا نبدأ بداية الفيلم عند مجمع عسينة السكني وفي التوقيت ده كانت الشرطة بتفتيري على الشعب والنتيجة قتل أخو ظابط الجيش اللي قدامنا والمعلومة هنا ان الظابط وخولة قتل يبقوا من أصل جزائري هوب والعركة بتدت بين قوات الشرطة والمدنيين اللي قدامنا اسمه كريم ويبقى أخو الزابط عبدل ومن الآخر هو اللي قاين بالليلة دي كلها بعد شوية كانوا جامعوا الخزنة اللي فيها أسلحة الشرطة وخلعوا الرجالة سيطرت على معظم المدينة والشرطة مبقالهاش وجود وفي الطريق الاستعراضات كانت شغلة زي الفل ولما وصلوا كانوا فرحانين بكريم وحاسين انهم جيش نظامي المهم ان كريم طلب منهم يفتحوا الخزنة اللي جابوها والشباب طلوا لايف بالأسلحة اللي أخدوها من الشرطة اللي نلاحظوا ان كريم عاقل عنهم وكل هم وياخد حقه أخوه وبس وانتهت المقدمة العظيمة لبداية الفيلم نروح عند قوات الشرطة جالهم مأمورية بهجوم مسلح هيقوموا بيه على مبنى أسينة وده اللي خلهم يتحركوا واستخوف كبير من المظاهرات المشهد ده ممكن نسميه انتفاضة شعب وطبعاً وسط كل ده لازم البعض يستغل الموقف في التهريب وخلافه اللي قدامنا أخو كريم الكبير وبيشتغل في المخدرات جامع رجالته ويتحركوا عشان يدفنوا بضعيتهم في الغابة والمفاجأة ان الشباب موافقوش يفتحوا له الطريق فاضطر يتحرك مع رجالته لما يعرف بوجود الشرطة ولما المتظاهرين شافوه كانوا عاوزين يعرفوا ايه اللي في الشنط في البداية كان ماشي ومش همه حد ومتطمن انهم شوية عيال لحد ما زنقوف اخر الطريق واتلموا عليه هو ورجالته في اللحظة دي كريم وصل وطلب منه يفتح الشنط لكن أخوه هرب وطلع يجري على المغزن بتاعه ومفيش حاجة انقذته غير الشرطة اللي هجمت عليهم مرة تانية نروح على اجتماع بين العقلاء في المجتمع الفرنسي أفضل حل اللي وصلوله هو إخلاق جميع السكان والبداية هتكون بالمرضى وكبر السن وبالنسبة لعبد اللي هيحاول يقنع أخو بوقف المظاهرات والضرب في الشرطة اتحرك وحاول يكلمه لكن للأسف مفيش شبكة المظاهرات وصلت لمرحلة شرسة وعبد المستمر ومش بيستسلم الحل الوحيد في كريم بكلمة منه هيوقف المظاهرات كلها اللي قدامنا شخص اسمه سباستيان حتى الآن مش واضح انه معلومات غير انه شخص مهم انقاذه بعد شوية ماشي أخده على بيت يقعد فيه الحد ما يلوه كريم وطلع عبد المرة تانية لحد ما وصل عن ضمه واللي عرفنا من المشهد انهم مسلمين واللي بيحصل هي صلاة الجنازة على أخوهم اللي الشرطة قتلته شوية والضرب وصل للبيت اللي هم فيه فخرجهم كلهم وتبقت مراته ولما طالب منها تمشي قالت له لأنا هموت في بيتي معلومة مهما سيتأقول هالك وهي ان المتظاهرين بيحبوا عبد المعاوزين وانضم لهم بيساعد الكل واحد عاوز ينهي العركة بينهم وبين الشرطة تمام جدا اتطمن على أمه وعيلته وهيرجع ينقذ كريم هوب وقامت عركة رشو فيها غازات مسيلة للدموع نروح عند كريم وهم بيستعدوا وبيرموا أجهزة كهربائية على الشرطة اصاب في ايده وهو بيرجع كنبيلة من بتاعهم معلومة جديدة قالت على التلفزيون وهي ان اخو اللي اتقتل كان عنده 13 سنة وكده نبقى فهمنا السبب الرئيسي للمظاهرات في اللحظة دي كريم مقدرش يمسك نفسه وهو بصص لصورة اخوه وشررت الانتقام واللعت جوه قلبه ام خارج برا البيت وجمع وراه كل المتظاهرين وهجم على الشرطة اللي دخلوه وسطهم ونفحوه وبعدين طلع ورجع تاني ومش عايز يستسلم العركة استمرت لحد ما نزلوهم على الارض مرة تانية وبعد يوم كامل مع المتظاهرين كان عبد المقبود عليه في المظاهرات اللي حصلت الصبح ولما اطلقوا صراحة وعرض انهم يسيبوا يتفاوض معاهم فقالولوا مش هينفع لان المدهمة هتحصل هتحصل الدنيا بقت هادية وهس هس وكريم دخل وجمعهم في مكان واحد وقال لهم زي ما قتلوا مننا واحد هنقتل منهم عشرة ولو قتلوا اتنين هنقتل مية والخطة هي خطف زابط وبالتالي هيقدر يعرضوا مطالبهم طيب نروح لكوات الشرطة اللي عملت سلالة مبتدت تجهز للمدهمة اتجمعوا كلهم في مكان واحد وعملوا درع وفجأة سواريخ ضربت طبعا ده مش هيمنعهم من التقدم والعركة كده كده جاية من اولها اصابوا زابط وخطفوه وتلحق قبل ما يطلعوا به وبعد ما اتجاب رجع تاني وبالتالي المدهمة لسه ما بدأتش الشرطة وضعها بقى صعب واتحشروا في النص والسواريخ في كل مكان المشهد ده جامد المتظهرين وقدين الحكاية كأنها لعبة وهنا كريم قرر يدخل ومع اول ازازة ملوتوف ولع فيهم الوضع بقى ما يقوس منه والمدهمة فشلت والكل تراجع مين بقى اللي اتبقى لوحده؟ اخينا اللي من قول الفيلم خايف من خياله حاول يهرب لقى نفسه مش عارف يروح فين بعد شوية اكتشفوا مكانه فاستخبى وهو خلاص هيعملها على روحه قال يشغل دماغه وقالع هدوم الشرطة ولبس هدوم المتظاهرين وطلع سلاحه وقرر يمشي قسطهم وكأنه واحد منهم تمام جدا رجله وصلته عند طرف المبنى من الناحية التانية مشكلة جديدة سمع صوت فلما بص لقى واحد على حصامه هب وشافوه ومسكوه نروح عند اخو كريم وهم بيحفوروا علشان يخبوا المخدرات والسلاح وفي نفس الوقت بيسمع على الاخبار ان قوات الجيش احتمال تدخل ويسحبوا الشرطة بعدها جالوا تليفون من الراجل اللي مفروض جاي اخدهم قالوا ان الطرق مقفولة ومش هقدر هب وصوروا الضابط اللي اتخطفوا بعتولهم تهديد فعبدل قال لهم سيبوني ادخل واجيبه لان لو اتعاملت مدهمة تانية هيموت ناس اكتر وجات الموافقة فابتدى يجهز وهيدخل لهم وهو لابس ملكي مش عسكري عبدل مش هيهدى ولا هيرتاح غير لما ينقذ اخوه وبلده اللي بيحصل انهم سيبوه علشان مفكرين انه انضم لهم وكمل وكل ما يتصل بكريم يلاقي تليفونه مقفول شوية وصل للقوضة اللي حبسين فيها الضابط كريم رفض يسلمه وقال له لما يعرفون مين قتل اخونا هسيبه فاخو قال له طب ولما تعرف هتعمل ايه اللي حصل حصل خلينا نرجع البيت وسيبك من كل ده اتنرفز وقال له انتخين وياريتك موت بدل اخونا الصغير من المتظهرين الوضع بقى خطر ولازم يستخبه قبل ما كريم يشوفهم وتخيلوا راحوا على فين عند اخو عبدل الكبير تاجر المخدرات هو الوحيد اللي معه صاس حي والكل بيخاف منه بس كل ده مش مهم المهم ان عبدل والضابط اللي معه يهربوا ازاي قال له على باب متأمن موجود في ظهري البيت الكارسى ان الضابط شاف وش اخوه وعصابته فعبدل شغل دماغه وقال له يا زاكي لما تنقذه هتبقى بطل وهتتكرم كمان وبعد تفكير كتير وافق يساعدهم بس على طريقته وقام مكلم جماعته وقعد ينكش في الضابط شوية نرجع لكريم اتفق مع صحابه على اقتحام المكان اللي اخواته فيه واللي هيتم تكسير الصور الخلفي والدخول واللي يحصل يحصل وبالتوازي صحابه قسروا الصور ودخلوا من الباب وبعد منوشات كتير هنا وهناك الشرطة امرته يرمي الإزازة وإلا هيقتلوه وهوب قبل ما يحدفها قتلوه عبدل ما استناش وفتح الباب وطلع يدفن النار اتأخرت يا عبدل أخوك مات وتحرق احساس صعب قوي يا جماعة شل جسيته ودخل بيها عند النفق اللي حفروه علشان يدفنه وغطى وشه وهو مش مصدق ان كريم بسهولة كده مات يقوم اخوهم الكبير البجح يجي ويقولوا ما تزعلش عليه هي مش غلطتك واحنا لازم نهرب حالا راح ماسك ونزل فيه ضرب بكل قوته لحد ما قتله الحالة النفسية اللي هو فيها بتقول انه هيقلب على زمايله الزباط وغالبا هيكمل مسيرة كريم بس خلينا نشوفه ما نستعجلش اول ما تكلم طلب من جماعة اخو يسلموا اسلحتهم وبعدين طلب من المتظاهرين يجمعوا له اسلحة من مكان سر يعرفه ورح للظابط وبص في عينه وقال لهم جاهزوا فوق على ما طلع له ومن هنا الاصارة الحقيقية هتبتدي تخيل لما يقود المتظاهرين زابط في القوات الخاصة اول الكلام جابوا له الخزنة وسيباستيان الشخص الغريب وقال له ساعدهم الحقيقية انا كنت مفكره من زوج الاحتياجات الخاصة بس طلع شبح عبدال انتشر في المكان وبقت السيطرة في ايده وتاني خطوة عملها اتصل بالقادة بتوعه وقال لهم قدامكم ساعة وتعرفوني اسماء الزباط اللي قاتلوا اخويا يا كده يقم هقتل الزبط بتاعكم نرجع لسباستيان اللي زي ما قلتلكم طلع شبح وفتح لهم الخزنة والقالي بقى في ايد المتظاهرين شوية وعبدال سمع صوت ضرب برصاص حي في البيت اللي هم فيه سيباستيان اللي امرهم يضربوا عشوائي علشان الشرطة تخاف تهجم كان بيدي وقت لنفسه علشان يفتح عنبيب الغاز في البيوت كلها شاكل اكنه وتفجر الحي بالكامل يخرب بيتك في اللحظة دي عبدال اتطمن ان كل سكان المنطقة خرجوا من بيوتهم بعدها جالوا تليفون من الكيادة بان الزباط اللي قاتل واخوه مش هيتسلمه ولازم يستسلم هو والمتظاهرين وإلا القوات الخاصة تقتحم المبنى بالرصاص الحي اتعصب وقال لهم هقتله وقام داخل عند سيباستيان سيباستيان اللي رجالته بلغوه بتمام تجهيز اسطوانات الغاز وعبدال هيرجع مرة تانية للظابط والمرة ينوع على قتله اتصل بالقيادات فيديو وطلب منهم يسلموا الزباط حالا وإلا هيقتله ودلوقتي قالوا له ان اللي قاتلوا اخوه مش زباط اصلا الكلام ما دخلش دماغه لحد ما فقط اعصابه وضرب والمفاجأة انه ما قتلوش حلو قوي الكلام ده معنا ان العركة لسه ما بدأتش كارسة جديدة زميله بلغون سيباستيان هيفجر المبنى كله خلال عشر دقايق عبدال ما كانش بيعمل حاجة غير انه سكت وبيفكر ولما الموضوع زاد الزابط قام ومشي قدامه من غير حتى ما يمنعه ولما نزل قلع هدومه زي الباقي وخرج اللي بيحصل ان المتظاهرين يستسلموا للقوات الخاصة ولحد دلوقتي محدش يعرف معلومة التفجير من كل اللي قدامنا بعد شوية سيباستيان كان بيجاهز خطوته الاخيرة قبل التنفيذ كمية انابيب غاز لا حصر لها ولو انفجرت هتبقى كارسة حرفيا وعبدال استسلم وقرر يموت زي اخواته ولا انه يسلم نفسه اليقس اتملك منه وفقد الامل في انه يعرف مين اللي قتل اخوص صغير القوات الخاصة دخلت المبنى وابتدوا يطلعوا دور دور وهب حصل التفجير ومات عبدال نروح للمشهد الاخير اللي معظم الناس اللي شافت الفيلم ما فهمتوش الواشم اللي قدامنا يخص جماعة اسمهم اليمين المتطرف ودول بقى ياسيدي منتشرين في دول اوروبا ويبقوا من اشد العنصريين ضد المهاجرين العرب والافارقة واللي حصل انه هما اللي قاتلوا اخو كريم وعبدال بعد ما انتحلوا شخصية زباط شرطة ولبسوهم الموضوع وبكده قدر اقولك وخلص الفيلم وكده يبقى نهينا وانتهينا اوعى تنسى اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش بمهور ملاحظات